تبدأ الآن بعد الفوز على سيراليون بهدفين دون مقابل هدفان اهتزت بهم شباك سيراليون وبطاقتان حمروان حصل عليها لاعبان من فريق سيراليون بواقع أيضا بطاقة في كل شوت وهذا النجم قائد المنتخب محمد صلاح صنع الهدف الثاني بعد قطعه للكرة من منتصف الملعب بتمرير خاطئة من لاعبي سيراليون قبل ان ينتظر تريزيجيه المنطلق ليمررها له لينفرد تريزيجيه ويصوب لتصطدم بقدم مدافع سيراليون ومنها الى شباك الفريق معلنة هدفا اراح منتخبنا الوطني ربما بشكل زائد عن اللازم لاننا بعد هذا الهدف استقبلنا ضغطا غير مبرر حتى ظهر محمد الشناوي بشكل مثالي ليزود عن مرمى منتخب مصر حارما منتخب سيراليون من تقليص او ربما ادراك التعادل بعدما كان قد منع نفس المنتخب في بداية المباراة ايضا من هدف التقدم تريزيجيه انطلق الى محمد صلاح ليحتفل بالاسست الذي منحه اياه قائد المنتخب في هذه اللقطة تريزيجيه سجل هدفي المباراة النهاردة الهدف الاولاني ايضا كان ربما اجمل حتى من الهدف التاني لانه محمد النني هو اللي قطع الكورة فوصلت الى محمد صلاح اللي بلمسة واحدة مررها الى مصطفى محمد اللي بكع بالقدم مررها الى تريزيجيه اللي انطلق واستلم على سدره قبل ما يسجل هدف التقدم بعد دقايق قليلة جدا من لقطة اعترض عليها او طالب فيها لعبه سيرليون بالحصول على ضربة جزاء ولكن من وجهة نظري لم تكن ضربة جزاء ممكن يكون عندي تعليق على الطرد اللي خدوه في الشوط الاولاني من المباراة اللي هو بتاع تيريس فورنا بعد الجول بتاعنا بشوية ممكن ممكن تكون تبقى انذار هو اداله انذار بعدها شاف الاصابة قوية لحمد فتحي فقال لا دي بطاقة حمراء لانو فيش فار يقول له لا دي طرد ولا انذار كانت ممكن تبقى انذار لكن عموما ده كان طرد وفي نهاية المباراة كاب عبدول كابية لاعاقته مرموش حصل على بطاقة صفراء ثانية فطرد في نهاية المباراة مرموش كان احد البودلاء اللي دفع بهم مستر روي بيتوريا اما تريزيجيه اللي سجل هدفي المباراة قبل ان يخرج مستبدلا في المباراة بمحمد شريف فوصل الى هدفه رقم 14 مع منتخبنا الوطني سيبك من الرقم الاجمالي لأهداف تريزيجيه بس بص على عدد الأهداف اللي سجلها تريزيجيه تحت قيادة فيتوريا من ال 14 دول هتلاقي كم؟ تلاقي 6 يعني تقريبا النص اللاجول هو بذلك النص اللاجول في كل مسير تريزيجيه مع المنتخب الوطني نص الأهداف تقريبا اللي مسجلها مع المنتخب مسجلها تحت قيادة فيتوريا الرقم كمان اللي ممكن يبقى أكثر وضوحا عن تأثير تريزيجيه في عهد فيتوريا أو تأثير فيتوريا على مسير تريزيجيه مع المنتخب أنه الست جوال اللي مسجلهم مسجلهم أساسا في ست مباريات فقط لعبها تحت قيادة روي فيتوريا مسيرة رائعة لتريزيجيه اللي قبل الست جوال دول كان مسجل أربعة مع مستر خفير أجاري وهدفين مع كوبر وهدف مع حسام البدري وهدف مع كارلوس كيروش ستة ولسه القادم أفضل وننتظر المزيد من تريزيجيه اللي دايما تأثيره بيكون واضح سواء هجوميا بأهداف هجوميا بصناعات هجوميا بمجهودات أو حتى دفاعيا بانطلاقات لعب تريزيجيه مع فيتوريا تسع ماتشات سجل فيها ستة أهداف وصنع هدفين يعني في تسع مباريات تمن مساهمات تحت قيادة روي فيتوريا ترجمة نانسي قنقر